المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة خاصة من خلال دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضي الزراعية كما وجه السيد الرئيس بتدعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائي المهم مع توفير التمويل اللازم في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس أيضا بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية في هذا الإطار لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية وللتقديم مشروع نموذجي لهم وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجيني والسمكي بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو ومشروع زيادة إنتاج الألبان ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية ومشروع التحسين الوراثي كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء والنظر في المقترحات والسيناريوهات المطروحة في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع الأراضي فضلا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات